هلأ رح أعمل خبز الفوكاشيا هو نوع من أنواع الخبز الإيطالي اللي كتير شاهي أول شي بدي أجيب طحين رح أحط يعني إذا حاولوا إنه تكون العيارات دقيقة بالخبز كمان أضبط بدي كاسة ونص طحين طحين العادي الأبيض دائما لما نعير لطحين منحط هيك منحاول نكبسه شوي مش كتير ليصير لسطح هيك كاسة أنخلها بالأول بدي كاسة ونص أنا هيك أسرع طبعا كلما كان المنخل تقوبه أصغر كلما تنخل عندنا الإشي بطريقة أحسن ودخل فيها هوا أصبط خصوصا للإشي اللي بدنا إياها تنفش مظبوط مثل الخبز وكمان نص هي نص كوبه نص طحين قلنا يعني هذا بيعمل لكم رغيف متوسط الحجم بس طبعا بالبيوتنا العربية ما شاء الله عيلة كبيرة رح تحتاجوا تعملوا ضعف هاي الكمية هلأ بدي أجيب المكونات الجافة الثانية نضيفها على طحين أول شي شوية سكر أجيبه خميرة ومكون أنا بحب أحطه كتير هو البايكينج باودر حتى يعني مع الخبز وصراحة إذا بتلاقوا بالأفران فيه إشي اسمه محسن هلأ قبل ما أكمل لكم الكاسة ونص بدهم معلقة صغيرة الخميرة الفورية أنا عم بحط الجافة لحظة شوي بدي أحط لهم هيك نص معلقة صغيرة سكر عشان تتغزل خميرة وتنفخ وبيدي أحط البايكينج باودر شوي يعني شوف بحط قديش هيك تقريبا معلقة كبيرة كمان شوي ألا إيش كنت عم بقول إنه بالأفران في عندهم مادة بيستعملوها للخبز بسموها محسن هي ما معرف تشبه البايكينج باودر بتشبه إشي هي اللي بتخلي الخبز اللي منشتريه من الأفران ينفش أكتر ويكون خفيف فلافي أكتر وبيضاين أكتر فترة وهو طري فأنا بجيب فيه فرن يعني بتعامل معه بشتري من عنده هذا المحسن هو بودرة شكله بشبه الخميرة بس لونه بيكون شوي ضارب على سكني وكمية صغيرة منه كتير بتاعتي مفعول يعني لهاي الكمية لكاستن ونص طحين بدي أحط 8 معلقة صغيرة ماكسيمم ربوع معلقة صغيرة هلا بدي أحط شوية ملح بس ما بكتر لأنه بدي أحط أنا على سطح الخبز الفوكاشيا ملح بحري أو ملح صخري بتقدروا تستعملوه لهو الملح الخشن إلو نكهة كتير زاكية فبدي أحسب حساب إنه فيه إشي مالح رح يكون داخل للغيف بدي لهاي الكمية طحين بيضة واحدة مخفوقة يعني هذا الإشي السوائل اللي داخلي بقلب وبدي مي مي بدي تقريبا نص كوب لأنه في عندي البيض كمان بده فيه يعني سائل بضيف سوائل وبعدين بدي زيت زيتون كمان كمية تقريبا معلقة كبيرة أوكي هلأ بزيد الطحين بالتدريج طلط طلط تكفي عالبطيق مشان ما نتغبر هلأ بزيد هلأ كمان تلت هلأ الجزء الأخير وبزيد معه الحصل البعن والتومة الحصل البعن شوي بدي أخلي شوي على سطح الغيف وهلأ بعجن مضبوط هلأ بكفيها بالعجانة هلأ دور أعملها عجنها بإيدي أنا كتير بحب أعجن العجين بإيدي هلأ ممكن أعتاز شوي طريقة الطحين أرشه عشان يساعدني بالعجن بس كمية بسيطة على سطح الطاولة طبعا كمان ما منكتر لأنه بتصير العجينة جافة وتبطل طريقة زي ما بدنا إياها هلأ طريقة العجن دايما من كل الشقات يعني هيك وهيك وبالشقلوب أنا بقدر أعمل هيك مرتين هيك بحب بضعكها بإيدي وبرجعها كمان مرة هيك انتهت بكورها هيك بدي أحطها تتخمر طبعا مشان ما تلزق بدي أحط شوية زيت زيتون أنا هون رأحط زيت زيتون لأنه الفوكاشيا كله بزيت الزيتون وهذا الزيت طبعا رح تاخده العجينة بعدين بحطها وهيك قطيها وبستناها تتخمر هلأ هاي القطعة تاخد تقريبا ساعة لتخمر مضبوط أنا هلأ بدل ما نستنى عملت عجينة قبلها وخليتها تتخمر هلأ هاي نفس حجم هاي هاي لها ساعة وربع صراحة شوف كيف صارت هاي تتحولت لها هلأ حطها هاي تخمر وأبلش أشتغل أرؤ هاي العجينة هلأ الخبز الفوكاشيا ما بنعمل بالشوبك المرأ بالإيد بس هيك هلأ هو فيه زيت زيتون منيح بس شوفوا كيف بحاول أرؤه قد ما بقدر بقى صبيعي مشان يصير فيه هايك خزوق إذا عملته بالشوبك بيطلع هايك مالس بس هو حلاوته إنه يكون هايك هلأ هدول الأخاديد اللي أنا عملتهم شو بدي أحط فيهم زيتون أسود هيك صغار شوي بالإيد هيك قصوهم عشوائي بتحطوا قد ما أنتوا رغبة اللي بدهم يأكلوا هذا الرغيف قداش بحبوا زيتون شوي كتير أنا هيك تكفي بكبسهم عشان يثبتوا محلهم برش شوية حصلبان هذا حصلبان طازج بس أنا فارمته شوي هو أصلا جوه جوية العجينة طبعا فيه حصلبان بس هذا هيك زيادة شوي كمان هيك خلأ حط شوية زيت زيتون كمان عالوجه بيرطب الرغيف وبيخلي يتحمر من فوق شوي بعدين إشي كتير زاكي اللي قلنا عنه هو الملح البحري الخشن الليه طعمة مميزة فإحنا ما كترنا ملح جوه العجينة لأنه بنا نحط منه هيك عالوجه ما بيدوب هو بيضلوا زي ما هو ولما يطلع هيك وإنتوا عم تاكلوا هيك بيطلع إشي بيقرش هيك وطعمه زاكي كتير كمان ما نكتر لأنه ملح هون فيه نقطة مائجة هيك هيك خلص بدي أحط حصلبان طازج عندي أنا هون كتير حلو الواحد يخلي عنده أعشاب هاي الطازجة بياخد منها هيك شوي شوي مثل الريحان والحصلبان كتير حلو بحاول هيك أغزها ندفة عشان تثبت محلها شمع أقول شو هذا الخبز زاكي خصوصا إذا طالع لسه من الفرن ساخن ويتاكل معه زي بقيت أنواع الخبز الإيطالي يتاكل معه زيت زيتون زاكي وخل البلسمك كتير يعني إذا هيك بتغمسوا اللقمة بالتنين وبتاكلوها طعمة ولا أروع خلق أحطه هذا بالفرن وأنا قبل شوي خبزت واحد بالضبط نفسه نفس الحجم طبعا بالفرن اللي بينعمل فيه هذا الخبز لازم يكون بحرارة عالي أقل شوي من أحمشي عندكم يعني بين متوسط لحامي وما بياخد يعني عشر دقايق إذا كترته أكتر الوقت بنشف يعني لأنه هو رقيق ومش كتير رقيق يعني بس مشال لازم يضله طري من جوا إذا طولنا بصير أحمش زي البسكوت شوي لأنه فيه زيت زيتون فهيك وآخر شي لما نقدمه كمان بنرجع نعمل شوية زيت زيتون هيك عالوجه بيعطي لمعة وطعمة وهذا هو رغيفنا لليوم ترجمة نانسي قنقر